بسمك يا طهر بيلي عمر أخي الله حياكم الله من جديد وصلنا لفقرتنا الأخيرة والمخصصة لمشاركاتكم وآراءكم وخلال هذا الأسبوع طرحنا عبر الفيسبوك وتويتر موضوع من هو رقم واحد في اهتمامات المرأة المتزوجة ورح نناقش تغريداتكم ومشاركاتكم مع ضيفتنا الدكتورة الشريفة العمادي أهلا وسهلا فيك دكتورة أهلا مرحبا أهلا وسهلا سمعت السؤال أيوة طبعا نحن بنقرأ المشاركات وبنرجع لحضرتك التعليقين على هذه المشاركات عبر الفيسبوك عندنا بعض المشاركين منهم أبو زيد الأخ أبو زيد يقول هذا يعتمد على شخصيتها ونضج عقلها ومفهوم الزواج بالنسبة لها مثال يوجد نساء تعتمد بأن الزواج بيت وأطفال فقط بالرغم من احترامها لزوجها والقسم الثاني من تنظر للرجل كأولوية وهو قبل كل شيء عندنا أيضا الأخ وائل يقول زوجها ثم أبنائها ثم صداقاتها ثم النت ثم الواتس ثم أهلها ثم أهله ويعود يكمل مرة أخرى يقول الاهتمام الأول نفسها طبعا هاي بالنسبة للفيسبوك احنا قلنا يمكن الرد يكون من السؤال ايش أولويات المرأة المتزوجة كلمة متزوجة معنات الزواج معنات الزوج الطرف الآخر ونفس الشيء بالنسبة للزوج ما نلغي هالنقطة أنه هي الزوجة لازم تكون هي الأولويات ما قلنا الحياة الأمومية أو مثلا دايما نقول حياة زوجية مش حياة الأم الأم لها دور أكيد ودور كبير ولكن الأساس في بناء الحياة والعلاقة الزوجية إذا العلاقة الزوجية عطيناها اهتمامات حطينا لها مثلا أولوية اهتمينا فيها راح نقدر ناخذ الأدوار الثانية كأم أو كأب بعدين تيجي طبعا هنا دور الأم والمرأة بطبيعتها أصلا خلقت لتستطيع أن تهتم بأكثر من جانب تهتم بالزوج تهتم بالبيت تهتم بالأولاد تهتم بتطوير نفسها وتزيين أيضا نفسها للزوج وأيضا للأولاد فهذه شيء أنا أعتقد أن المرأة تقدر تقوم فيه وما في صعوبة في هذه النقطة احنا عملية التوازن بنحاول الطرق لها دكتورة شريفة لكن أفهم الآن من رد حضرتك أن رقم واحد حتى تستقيم الحياة الزوجية في حياة المرأة المتزوجة يفترض أن يكون زوجها ثم تقوم بترتيب الأولويات الأخرى وهذه النقاط يمكنني في بعض العادات والتقاليد يعني أنا لما أجي البنت بتتزوج تفكر الحفلة مش الزوج هذا اللي بترتبط فيه فهذه هنا ببداية يحس الزوج في فترة الخطوبة أنه يعني وين بيكون العرس وين الحفلة وكذا بس ما قاعد تفكر المرأة هنا شون بتكون حياتي مع زوجي فهذه أول خطأ ممكن تقع فيه المرأة ثاني خطأ أنه قبل أكون أم أصلا بكون زوجة فهي الحياة الزوجية هذه شون بتكون وشون العلاقة ولما أكون أم خلاص أنا وصلت للهدف أني أنا أكون الأم فالزوج هذه مثلا ممكن نسبتها تنزل عندي وهني خطأ آخر للمرأة انشغالها بالأولاد وانشغالها بعملها مثلا إذا كانت تعمل وانشغالها بالبيت والاهتمام والتركيز عليه يخليها بالتدريج شوي شوي حتى تكون يعني وهي متزوجة بدون أولاد اهتمت بالزوج ولما تركتها صار هو متعود على شيء وحس أن الأولاد في تصير مشكلة أنه حتى الأب أو الزوج ساعات تصير عندها مشاكل مع أولاد أنه أهم اللي خذوا الاهتمام وخذوا الرعاية أكثر مني أنا كزوج فهذه الأخطاء لازم ننتبه لها ولازم نهتم بالطرف الآخر إحنا يمكن موضوعنا أنه المرأة وشون تحافظ على زوجها ويكون هو الأساس في حياتها ولكن لو كان عندنا موضوع آخر نفس الشيء يعني هو الاهتمام متبادل لازم يكون من المرأة للرجل من الرجل للمرأة لأنه أيضا الرجال يخطؤون لما خلاص المرأة تصير أم فيخليها أن تكون بواجباتها كأم وينسى موضوع العلاقة الزوجية ويمكن يكون في قلبة الموضوع يعني تم الموضوع في قلبة ما يصرح فيه وهي خطأ طبعا خلينا نشوف أيضا ننطلق بعد من آراء بعض المشاركين أكيد راح تفيدنا في هاي الموضوع الأخت الهام تقول أولادها ثم زوجها لحظتي؟ هاي النقطة اللي أنا قلت لت عنها بعد قبل أنه في فعلا فكر وفهم أن الأولاد قبل الزوج بس يمكن هالفكر مبني على علاقة مثلا أنه أنا الزوج ما قع يهتم فيني أو ما قع يرعاني ومش هو مهم وما رح يكون في مستقبلي إلا أولادي فهذه الفكرة ممكن تأثر بس هي ثقافة دكتورة شريفة يعني ممكن تكون الأخت الهام ما عارف يعني هل هي منطلقة في ردها من تجربة أو منطلقة في ردها من ثقافة إذا من تجربة فتتحكم فيها التجربة إذا من ثقافة فهي مشكلة يمكن أيضا أن الثقافة شون انتشرت بهذه الطريقة لأنه صارت المرأة لا تهتم بأولادها بشكل كبير ودورها كأم وصارت تطلع وتفكر في العمل بشكل أكبر تفكر في صديقاتها بشكل أكبر النت واللي قالها الأستاذ قبل يعني في مداخلة هذه الأشياء خلتنا نحن نصر أن المرأة كأم 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 لأنها هي اللي بتربي الأجيال ولكن لا ننسى أن الأم ما تقدر تربي أولادها بدون ما تكون في علاقة أسرية جيدة يعني الزوج والزوجة لما يكون بينهم علاقة جيدة هي بتأثر بالتالي على تربية الأبناء بشكل جيد استقرارهم بسبب استقرار الأسرة وهذه نركز عليه أيضا صحيح عندنا أيضا الأخ كارم يقول زوجها أكيد يعني ممكن حين وجهة نظر الرجال دايما تلاقيهم بيقولون وهذه احتياجات وحلو أن احنا نسمع يعني آراء الطرف الآخر هذه البرنامج واي تحل لأنه نادرة ما احنا نسمع الطرف الثاني ممكن ما يواجهت يقول لك أنه أنا أبي أنتش تهتمين فيني ولكن مثل هالبرنامج بيوضح للمرأة شنون الزوج محتاج لزوجته ومحتاج أنه يتهتم فيه أكثر من اهتمامه بأولادها صحيح يعني حتى لو دكتورة شريفة يعني عشان قلب الأم أحيانا ما يقدر يعني مهما كانت تحب زوجها فيعني أكيد بالتأكيد هي قلبها ما يطاوعها يعني حتى لو نطالب حتى لو مو بالأكثر حتى لو نطالب بالتوازن احني النقطة المهمة زي النش ذكرتها احنا ما نبي اهتمام بالزوج أكثر من الأولاد ولا اهتمام بالأولاد أكثر من زوج ليش قلنا المرأة تقدر؟ المرأة ما نحطت في هالموقف إلا عندها هالواجبات إلا وهي قادرة أنه تهتم بكل هالجوانب فأنا اهتم بأولادي واهتم بزوجي يعني ما أخفل زوجي عشان أولادي ولا أخفل أولادي عشان زوجي في الحالتين كلا له حقوق ناحيتي ولازم أنا أعطي هالواجبات صحيح عندنا أيضا الأخت وابحة تقول الاستقلالية التامة ببيت الزوجية أيضا الأخ محمد العمري يتهكم أعتقد لأنه يقول مكياجها زعلان محمد وابح من زعلان وهذا يبين أنه صار الرجل ينظر للمرأة أنه لا تتحمل أي مسؤولية غير نفس أنه أنا أهتم بشكلي وبنفسي وأهم الأولادي وزوجي فأهم شيء أنا مظهري لخارجي قدام الناس شو بيكون يعني في فرم وفيها النموذة الأخ عبدالهادي حمد المري يقول إرضاء زوجها الأخ خالد اليامي للأسف يقول لفلوس الأخت مريم العمادي تقول زوجها الأخ عبدالعزيز الفياضي يقول يفترض أن يكون الرجل يفترض أن تبهي الكلمة يفترض يفترض أن يكون الرجل رقم واحد أول الزواج وبعد وجود الأبناء ولكن الواقع يقول الأبناء يتصدرون رقم واحد وهذا يمكن بسبب الثقافة التي كنت تقولينها فعلا أنه مثلا والله أنا اهتمامي بأولادي وهو الأهم وكذا معنا حتى في ديننا الله سبحانه وتعالى يعني عطانا واجب الاهتمام بالزوج أكثر يعني ذكرت أكثر من مرأة شون تتم الزوجة بزوجها أكثر حتى من الأبناء فننتبه لها النقار صحيح يعني حتى يعني هو صحيح كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته ولكن حسن تبعه للمرأة لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله يعني أعتقد أنه أيضا عمل عظيم يعني خصوصا إذا كانت النية فيه أن أنا أتقرب لللاسب يعني المرأة تتخذها يعني حسن تبعه لزوجها تتخذها قربة لله لو وضعتها في نيتها بهذا الشكل أتصور أوسر نذكرة للمرأة أنه الرجل عنده احتياجات وحاليا فيه مشاكل كثير وفيه مثل ما نقول يعني كثير من المغريات فالزوج إذا ما حصل له اهتمام من زوجته سهل أنه يطالع برا يعني صحيح ننتبه لهذا النوع صحيح يعني إحنا إحنا ما نبي ممكن ندخل في جانب التهديد لو أنه بس هذا الواقع وهذه اللي قاعد نتنبه يعني مشاكل أسرية بعدين وقاعدين نشوفها ونشوفها حالات وقاعدين نعالج من هال مشاكل فإحنا في الأول نقوم بواجباتنا على أساس ما تطيح المشكلة بعدين إيه وحتى بعدين دكتورة إذا لا سمح الله صار أن الرجل التفت لأمرأة أخرى غير زوجته أنت ما يكون يعني ما يكون في ضميرك ما يأنبت ضميرك أن أنت مثلا قصرتي أو ممكن تقولين في نفسك في لحظة من لحظات أنا السبب اللي دفعه لهذا الأمر إذن الوحدة فعلا تقوم بواجبها يعني بأكمل وجه بحيث حتى إذا صدر منه هذا السلوك فهو يكون أمره له لنفسه والشأنه وخطأه على نفسه هو لا تتحمل هذا الخطأ الأخ يوسف الجناحي يقول الزوج الأخت الشريفة تقول بالمرتبة الأولى زوجها وأبنائها جميل هذا الوعي الأخت منيرة تقول أنا أشوف أنه لا اهتمام بأهل الزوج ولا بالعيال ولا بالزوج ونعني ما فيه اهتمام بأي جانب نهائي هاي اللي فهمت من كلامها الأخت جمانة تقول بسرتها كاملة الزوج والأولاد وبعدها أهلها في الغالب أيضا عندنا من المشاركين وأحد الزوج نحن يمكننا في حلقات ماضية الشي اللي بيحب زوجي باهتم فيه صحيح فهذا هو اهتمام له فإذا أنا أهتم بزوجي معناته لازم أهتم بأهله وفي نفس الوقت باهتم في أهلي وإذا أنا عطيت ترى باخد صدقوني يعني الرجل أنا أحسى الرجل القطري بالداد بسيط جدا إنسان يطلب القليل ويعطي الكثير فإذا أنا عطيت مجرد الواجبات اللي علي قمت فيها رح ألاقي من ناشك شيء يعني غير اللي أنا حتى أتوقع أبقى بعد الدكتورة الواحد يفكر في مسألة يعني هي العطاء بشكل عام إحنا نريد يعني أنا أتمنى أن تنتشر ثقافة العطاء للعطاء أيوه يعني ثقافة أنا أعطي في كل الاتجاهات يعني أنا أعطي للأجل العطاء لكن ليس لأجل أن أنتظر رد من أي جانب لأنني شوفي مشكلة إذا أنت عطيتي يعني حضرتك مع احترامي لوجهات نظرتك صحيحة مئة بالمئة لأن الدنيا سلف ودين إذا أنا عطيت الزوجي يعني هذه مثل الحصالة يعني قاعدة جمع لنفسي أو لأهل الزوجي لكن الثقافة الأصلية اللي لنبيها تنتشر هو أني أنا أعطي بدون ما أنتظر مقابل بس في المقابل لأنه في كثير من النساء اللي يقولون أنه مثلا والله زوجي يبيني أنا يمنعني من أسرتي أو يمنعني من أني أنا أزورهم أو أتعامل معاهم لما نرجع نشوف المشكلة نلاقي هي قاعدة تبعد الولد عن أهلها وهي ما قاعدة تواصل يعني أهل زوجها وتحاول تقرب بينهم فهني أنا أبي أنبه لهالنقطة أنه أنت قاعد تطلبين شيء أنت أصلا ما تسوينا فهي نقطة مهمة صحيح وطبعا هذه من أعظم السوقات أن المرأة تفكر أنها تبعد الزوج عن أهله أو عن أمة أو عن أخواته يعني أنا أتصور حتى لو ما كنتي على وفاق معاهم لكن لا تستأثمي بأمر أنك أنت تبعدين عنهم بالعكس يعني الحث على صلة الرحم شير جيد الأخ عبيد طاهر يقول اهتمامات المتزوجة هو مصنفها يقول قبل الولادة المكياج ثم الزوج بعد الولادة الأولاد الوظيفة الصديقات الزوج يعني أنا ما أدر هي بعد الولادة من وين يات الأشياء اللي جات ما عرف اشتخلها في الولادة لأنه قبل كان بس يعني ما في أمومة فمكياج وصديقات وحيا يعني وبعد الأولاد ممكن تكون أنا أيد أنه في عندنا فيها شي بس أنا قاعدة أشوف نماذج كونني أنا ترى شارية أسرية قاعدة أشوف نماذج من الأسر الآن توعية عندهم كبيرة صرت أشوف بنات خاصة جامعة ومتفوقات بس قاعدين في البيت عشان تهتم بزوجها وبأولادها يعني ما صار المكياج هو المهم ولا صارت الحفلات هي المهمة عندها وبالعكس هي مهتمة بنفسها ومهتمة بأولادها في نفس الوقت ففيه وعي وأنا أتوقع أنه إحنا لازم نتكلم حتى عن هالفئة اللي هما فعلا يعني على مستوى وتقاديرهم عالية وممكن يحصون وظائف أفضل ما يمكن ولكن تبلي تركز في ظل هالظروف اللي هي مغريات للزوج ومغريات حتى للأولاد أنهم ممكن يصرفون بشكل غطأ المرأة قاعدة ببيتها وماكس كمكانها ونقطة مهمة أحب أن أقولها للنساء دايما يمكن بعض المجتمعات الغربية أو المجتمعات اللي تدور حقوق المرأة دايما تحسس المرأة أن أنت يعني مظلومة أو أنت قاعدة تقومين بأشياء مش مظلومة أنا أشوف المرأة هي ملكة البيت هي اللي هي تقدر تنجح الأسرة وتقدر تخلي الأسرة تفشر وهذه دليل على قوة المرأة يعني لما المرأة هي لو بعدها عن البيت بيأثر كثير بشي كثير الرجل مهم بس بعده عن البيت وعن الأولاد ما رح يكون لها تأثير تأثير الأم وهذه القوة وهذه يدل على أن أنا كمرأة صعب بالاستغناء عني مش سهل فأنا أتوقع أنه أهم شي بيتها اللي هو يبدأ بالزوج والأولاد ومن ثم الحياة خارج هذا البيت لأنه هي مملكتها طبعا وانا معاتش خالد الشيخ يقول تطلع للسوق للأسف أكيد بعض الناس تتكلم من نماذج تشوفها وهذه طبعا يرد الكلام اللي قلنا يرد على هالنقطة أنه فعلا أهم شي بيتها من ثم لا هو يقول اهتمامات المرأة المتزوجة رقم واحد السوق وهي المفروض ما يكون طبعا لا المفروض ما يكون لكن اتصور قلت لك بعض الناس ممكن تتكلم من واقع شي هي تشوفها وهو شي ما يعمم طبعا ما يعمم المرأة القطرية ما شاء الله الآن يعني بدأت تعي مسألة التوازن بنتكلم عنها دكتورة وصاروا يتسوقون عن طريق النت وهي قاعدة مع أولادها ففي نماذج حتى السوق ما عندهم وقت يروحونه شي طيب أيضا عندنا من المشاركين أيضا الأخت حمدة تقول هي رقم واحد جميل كلام حمدة دكتورة شوفي لازم لا تبدي أحد على نفسها اهتماماتها بنفسها باعتقادي بينعكس بشكل إيجابي على بيتها ومحيطها الاجتماعي شي طيب فعلا لأن أنت ما تقدرين تعطين إذا ما ما خدتي يعني أنت أول شي تعطين نفسك تحبي نفسك ثم تستطيع نحب الآخرين إذا ما قدرت تحبي نفسك وتعطين نفسك ما رح تقدرين تعطين لآخرين فتحبي نفسك بتلاقي أنت بتحبي زوجت شو بتعطينه وبتحبي أولاد شو بتعطينهم دكتورة شريفة من خلال الطرح اللي طرحناه أنا وانتي الحين وحضرتك يعني مختصة وتعرفين كيف أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع ومن قراءتنا للتغريدات ووجهات نظر الناس شو كلمة تحبين توجهينها للزوجات أنا يعني الحياة الزوجية لازم أخذها بمفهومها حياة زوجية ما ما نسمع يعني للآخرين أنه مثلا الحياة الزوجية أنه هي حفلة وعرس وبعدين هدايا من الزوج وطلبات أنا أشوف أنه الحياة الزوجية هي مشاركة في عمل شيء مستقبل للمجتمع فلما أكون علاقة جيدة مع زوجي بالتالي أنا رح أجيب أبناء بربيهم بشكل جيد هذي اللي أنا بربيهم هم اللي بيطورون المجتمع وهذا شيء مطلوب منه يعني الحياة الزوجية مش عشان أنا أستمتع قدمه أيضا أنه أنا بقدم شيء لديني أنه أنا بيكون عندي أول حفاظ على النسل وبنفس الوقت اللي هو النسل اللي هو بيقدم بيعطي شيء لدينا فلو نحط الهدف هذي قدامنا رح نلاقي حياتنا ماشية كلها صحيحة من أول إلى آخر هذا الشريفة هذه الكلام اللي أنا كنت في نقال شكرا لك على تواجدك معنا ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أن نحن نلاقي دائما معنا في برنامج الدانا إن شاء الله شكرا كثير فرصة سعيدة وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم نتمنى إنكم استمتعتم بما قدمناه لكم وأذكركم إننا نرحب بأراءكم مقترحاتكم عبر العناوين الظاهرة لكم على الشاشة سواء من خلال الإيميل وأيضا الفيسبوك وتويتر من خلال هاشتاك برنامج الدانا أشكر لكم متابعتكم وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وألقاكم على خير الأسبوع المقبل في نفس الموعد بإذن الله مع السلامة أرض الوفاة أرض الفخار والمعالي بسمك قطر بين الأمم رفع الروح اشتركوا في القناة